سنحذر مع بعض السيروم للبشرة الجافة، سيروم للبشرة الدهنية، سيروم للبشرة الحساسة، وسيروم للبشرة العادية هل تعلمين ما هي فوائد السيروم؟ السيروم يقفل المسام، يرمم خلايا البشرة، يجدد إنتاج مادة الكلاجين، يحالد جميع المشاكل الموجودة في البشرة سواء الجافة، العادية، الدهنية، والمختلطة، والحساسة السيروم يستعمل قبل الكريم الليلي ويستعمل مساء بعد تنظيف البشرة وإزالة كل الشوائب منها السيروم يساعد البشرة في استقبال الكريم الليلي بسهولة ويجعل الكريم يتغلغل في البشرة لأن السيروم يفتح الطريق والمجال إلى الكريم سنبدأ أولا في كيفية تحضير السيروم للبشرة الجافة وننتقل بعدها إلى سيروم البشرة الثانيات أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون زيت الزيتون من شجرة مباركة رائع كدهان مفيد جدا للبشرة الجافة يغذيها يرطبها يمنع الجفاف عنها يمكنكم تعويض أو استبدال زيت الزيتون بزيت الأفوكادو إذا تواجد إذا لم يتواجد استعملوا زيت الزيتون أو زيت الصوية زيت الصوية مفيد جدا للبشرة الجافة نضيف جل الألوفيرا إذا تواجدت هي مفيدة جدا لجمع الخطوة بإمكانك استعمال جل النبتة أيضا إذا تواجد إذا لم يتواجد اكتفي فقط بالزيت وعشر قطارات من أي زيت أساسي عطري متوفر عندك مثلا زيت الأساسي الخزام اللوفندر أو زيت الأساسي العطري الليمون أو زيت الأساسي العطري البرتقال بإمكانك استبدال هذه الزيت العطرية بقشور البرتقال هو زيت أساسي عطري اختيار إذا تواجد ضيفه عشر قطارات أو تسعة أو إحدى عشر السيروم هو من المستحضرات الهامة للعناية اليومية بالبشرة حيث يعمل على تغذيتها وترطيبها وحمايتها من التجاعد يتكون السيروم من مجموعة من الزيوت التي يحتاجها الجيل ليظهر بمظهر صحي وأكثر حيوية مكونات السيروم تختلف من بشرة إلى أخرى لكن الطريقة نفسها يحفظ السيروم في مكان بارد ومظلم وهو صالح حتى تنتهي الكمية يدهن مساء بعد إزالة الماكياج من البشرة بعد استعمال الروتين الليلي للبشرة من تنظيف من إزالة الماكياج وغسل للوجه طبقي السيروم أولاً وبعد مرور ربع ساعة بعد السيروم طبقي الكريم الليلي يدهني السيروم على الوجه مصاج مصاج يمكنك وضعه حتى على دائرة العينين السيروم يعالج جميع مشاكل البشرة حتى البشرة الدهنية يعالج مشاكلها يدهنيه على الوجه حتى يتشرب الجيل تماماً وتركيه ربع ساعة وطبقي بعده الكريم الليلي هذا السيروم الليلي للبشرة الجافة ضعيه في برطمان صالح للاستعمال حتى تنتهي الكمية خصوصاً إذا وضعت جل الألوفيرا من العبوة إذا وضعت جل النبتة السيروم صالح للاستعمال لأسبوعين وضيفي له مادة حافظة أو كبسولات الفيتاميني سننتقل الآن إلى كيفية صنع السيروم البشرة الدهنية من أجل الصنع السيروم البشرة الدهنية نحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند زيت جوز الهند مناسبة للبشرة الدهنية اختاريها تكون أصلية نضيف لها أربع قطارات من زيت الأساسي لشجرة الشاي هو قاتل البكتيريا ويمتص الدهون من البشرة إذا كان غير مطفر عندك هادي استغني عنه عوضيه بقطارات من عصير ليم الحامس القليل فقط ضيفي له إما جل الألوفيرا العبوة أو جل النبتة إذا كان غير مطفر عندك جل الألوفيرا فلا بأس استغني عنه اكتفي فقط بزيت شجرة الشاي الأساسي وزيت جوز الهند ضعها في برطمان الكمية الصالحة حتى تنتهي مساء بعد إزالة الماكياج من الوجه وتنظيفه ويكون نقي استعملي هذا السيروم إدهانيه على الوجه مصاج حتى يتشرب الجيل تماما بعد مرور ربع الساعة استعملي الكريم الليلي يمكنك إضافة زيت الججوبة إلى هذا السيروم لأنه سيروم ليلي ومناسب زيت الججوبة للبشرة الدهنية يخبأ في الثلاجة صالح للاستعمال حتى تنتهي الكمية لن يفسد انتقلي معي الآن إلى سيروم البشرة العادية والمختلطة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو نضيف لها ملعقة من ماء الورد نضيف لها قطرات من زيت الورد الأساسي إذا توفر إذا لم يتوفر عادي أي عنصر من هذه المكونات يعني هذا الزيوت كان غير متوفر عندكم عادي استغنوا عنه هي إضافة مدعمة للسيروم إذا وجدت فلا بأس وإذا لم تتوفر عادي نضيف ملعقة صغيرة من زيت الجليسيرين يمكنك استبدال زيت الجليسيرين بجليسيرين فقط ملعقة صغيرة يمكنك إضافة أي قطرات من الزيت الأساسي العطري المتوفر عندك سواء زيت العطري الأساسي الخزامة اللابندر أو أي نوع زيت حطري أساسي متوفر عندك هذا السيروم وليس كريم ليلي يمكنك إضافة جل الألوفيرا إليه إذا تواجدت إذا لم تتواجد عادي استعماله كما هو إما تضيف جل الألوفيرا العبوة أو جل الألوفيرا النبتة سأضيف القليل من جل الألوفيرا إلى السيروم ضع السيروم في برطمان يستعمل كل ليلة مساء قبل الكريم الليلي ادهاني به البشرة السيروم صالح للاستعمال لأسبوعين لأنه فيه جل الألوفيرا النبتع لكن إذا وضعت جل الألوفيرا الخاص بالعبوة يمكنك الاحتفاظ به حتى تنتهي الكمية ادهاني به البشرة مساء بعد إزالة الماكياج عملي المساج حتى يتشرب الجلد تماما اتركيه لربع ساعة وطبقي بعده الكريم الليلي السيروم يقفل المسام السيروم يعالج جميع مشاكل البشرة يرممها يعالج مشاكل البشرة الدهنية يعالج مشاكل جميع أنواع البشارات استخدميه واعتمديه بعد وصفاتك اليومية أيضا هذه هي أنواع السيروم أخواتي وكل إنسان تستعمل المكونات المناسبة لها تم ببشراتك أختي الفاضلة بالمواد الطبيعية المتواجدة في البيت ولن تلجأ إلى المواد الكيميائية الغالية الثمن والمكلفة انصنع السيروم الخاص ببشراتك والعناية بالبشرة في المنزل بنفسك طبعا لا أنسى تذكيركم بضرورة شرب لترين من الماء يوميا والعناية الداخلية بالبشرة بالنوم الكافي والغذاء الصحي وممارسة الرياضة أزيلوا الماكياش قبل النوم استعملوا السيروم أيضا قبل الكريم الليلي رطبوا البشرة قبل النوم ورطبوها أثناء الخروج ووضعوا واقي شمس أيضا شكرا على الدعم وعلى الثقة ونتمنى تفعلوا زر الجرس ليصلكم جديد فورا نزوله أحبطت أخبركم أنه عندي إنستغرام وصفحة على الفيسبوك وموقع إلكتروني للوصفات الطبيعية المكتوبة في مقالات في جوجل www.mebop.com نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف أهلا وسهلا شكرا بزاف وسلام اشتركوا في القناة